حياكم الله انطلقت فعليات المؤتمر السنوي السادس حول الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات الذي تستضيفه دولة الكويت لسنة الخامسة على التوالي وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة إلى جانب مشاركة المنظمات الإنسانية وبالمناسبة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تصدر الكويت قائمة الدول المنحة في تقديم المساعدات الإنسانية بهدف تعزيز تبادل المعلومات وتشجيع الشراكات بين وعبر المنظمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط والنظام الإنساني الدولي انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السادس في الكويت من أجل عمل إنساني أفضل دائمت بلادي على مد يد العون لكافة الدول والشعوب المتضررة بغض النظر عن أي اعتبارات أو تقسيمات جغرافية أو دينية أو عرقية وإننا لفخورون في أن تكون دولة الكويت هذه الدولة النامية تتصدر المرتبة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لعام 2014 وفقاً لتقارير المساعدات الإنسانية العالمية الذي يصدر سنوياً عن منظمة مبادرة التنمية إننا نلتقي اليوم مجدداً في افتتاح أعمال هذا المنتدى الإنساني العالمي بعد عام حافل بالأزمات والكوارث والأحداث الجسام نلتقي اليوم لندش مرحلة جديدة من البحث الجاد في سبل وآليات الشراكة البناءة تبادل وجهة النظر والخبرات حول اتجاهات وتحديات وفرص التصدي للنزوح ومحاولة إيجاد حلول إقليمية ومحلية لها أبرز محاور المؤتمر في هذه الظروف تستمر أزمة المهجرين واللاجئين والنازحين في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا والصومار ويقف المجتمع الدولي عاجزاً عن تقديم الدعم الكافي لهم لا شك في أن هذه الاجتماعات تنوه بدور الكويت على المستوى العالمي وأنا أعتقد أيضاً أن دولة الكويت كانت الدولة الوحيدة بغض النظر عن نيويورك وجنافة التي زرتها مرتين في خمسة أشهر وهذا طبعاً برهان على دور الكويت في العمل الإنساني معاناة الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي باتت جسيمة وهذا المؤتمر من خلال محاوره يشكل صرخة حق لتوفير الدعم الإنساني صحيح أن دولة الكويت من بين أصغر دول العالم مساحة لكن بأعمالها الإنسانية تتصدر اليوم المرتبة الأولى من بين أعظم دول العالم وليس هذا المؤتمر إلا خطوة من خطواتها البناءة لإيجاد الآليات في مديد العون للمنكوبين حول العالم جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت